السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنتابع درسنا في شرح كتاب المقدمة الآجرومية في النحو بإبن آجروم رحمه الله تعالى We continue with this in the explanation of the introduction of الآجرومية by ابن آجروم رحمه الله قال في مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم المولود في سنة 72.600 والمتوفى في سنة 23.700 من الهجرة النبوية رحمه الله طبعا قوله قال المصنف وهو أبو عبد الله هذا لا شك أنه من الراوي وليس من المصنف قال قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع طبعا بداية نقول إن علم النحو علم يدرس الكلام ويدرس فيه الكلام من حيث التركيب يعني إذا تركب الكلام قلنا أن أواخر الكلمات قد تتغير بحسب موضعها من الجملة وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يدرس في علم النحو تغير أواخر الكلمات بحسب العوامل الداخلة عليها وبحسب موضعها من الجملة فموضوع علم النحو هو دراسة الكلام العربي والكلام كما سيأتي معنا قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع قال الشارح محمد محيدين عبد الحميد قال وأقول للفظ الكلام معنيان أحدهما لغوي والثاني نحوي قال أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة أقول بارك الله فيكم في قوله هذا نظر وهو ليس بصواب فلا تسمى الإشارة ولا يسمى الخط لا يسمى كلاما وإنما الكلام إنما هو اللفظ يعني إذا تكلم به وتلفظ الإنسان به فهو يسمى كلاما أما إذا لم يكن متلفظا به فلا يسمى كلاما لا في المعنى اللغوي ولا في المعنى الاصطلاحي أي عند علماء النحو وإنما ذكر ذلكم أهل الكلام ليتوصلوا فيه لأن ينفو أن القرآن كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت متى شاء وبما شاء فهم دخلوا وأدخلوا عقولهم في هذه المسألة فنفوا أن يكون الكلام صفة لله جل وعلا وقالوا أنه كلام نفسي وإلى غير ذلك من الأشياء التي قالوها وبنوها على الفلسفة على الفلسفة اليونانية وهذا ليس بصحيح بل الدليل على خلاف ذلك أي أن الكلام إنما هو اللفظ والدليل هو قول الله جل وعلا فيما خاطب فيه مريم عليه السلام قال فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوم انتبهوا لقول الله سبحانه وتعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوم وهنا الصوم يا أخوة كما تعلمون المقصود به عدم الكلام طيب كيف الجمع فلا أكلم اليوم إنسية فالله سبحانه وتعالى ذكر القول وذكر الكلام وفرق بينهما فقولي إني نذرت للرحمن صوم فلا أكلم اليوم إنسية إذن القول جائز أو القول يصح والكلام ممنوع إذن هناك فرق بين القول والكلام والقول إنما أو القول قد يكون بالإشارة كما في كثير من الحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيده هكذا فالقول قد يكون بالإشارة يعني قد يشير الإنسان بشيء بيده فكأنه فيقال أنه قال ويصح أن يقال لقد قال كذا أي أشارة بيده ولهذا لما حملته مريم عليها السلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية إذن هي أشارت ولم تتكلم لأن الله سبحانه وتعالى أمرها أن لا تتكلم فقولي إني نذرت للرحمن صومة فأمرها الله سبحانه وتعالى أن لا تتكلم فهناك فرق بين الكلام وبين القول والكلام لا يكون إلا باللفظ لا يكون إلا باللفظ ولا يكون إلا بالصوت والحرف ما ذكره الشارح من معنى الكلام اللغوي غير صحيح لذا المتحدث مساني من قولة وهذا ففق بين الكلام هذا المتحدث هو كلم وهو أمر سبحانه وتعالى المذكرة والسحول الروح من القولة لأن الكلام انسيلاً بصبح بقذال قبل القزيق انسيلاً أو قمل قبل قابل قطع قامل قامل والتحيح أن يتكلم correct and rather when we mentioned the proof in the quran that is lengthy but nevertheless kalam speech has to be something that is uttered something that is spoken now قال و أما المعنى اللغوي فإنه ما ذكره المصنف وهو وله عدة شروط ما ذكره المصنف رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فهذه هي شروطه الأربعة so those are the four conditions for the words for the meaning of speech of الكلام اللفظ فلابد أن يتلفظ به فلو أشار الإنسان أو لو كتب فإن هذا لا يسمى كلاما so it has to be spoken and it has to be uttered so if the if someone points to something or makes a gesture with his hand or write something then this is not considered speech المركب أي أنه مركب من كلمات ولا يكون لفظ مفردا ولا يكون لفظ مفردا so it has to be a combination of words and it is not a single word فلا تكون كلمة واحدة وإنما لابد أن يكون مركبا من كلمات وأقله كلمتين and the least it is is two words قال المفيد المفيد أي الذي تحصل به فائدة ويحسن الوقوف عليه فمثلا إذا قال الإنسان على سبيل المثال الشمس هل هذا كلام؟ ليس بكلام طيب لو أشار إلى الشمس هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما؟ ولو قال الشمس لا يسمى هذا كلاما؟ وإذا قال الشمس ساطعة فهذا يسمى كلاما؟ لأنه حصلت به فائدة وحصلت منه فائدة علمنا أن الشمس ساطعة فحصلت فائدة من هذا الكلام فيسمى كلاما؟ وأما لو قال مثلا إذا قام المدرس وسكت فهل هذا مفيد؟ هذا ليس بكلام مفيد فلا يسمى كلاما إذا قام المدرس لأن الإنسان ينتظر الفائدة منه ماذا يحصل إذا قام المدرس؟ انتهى الفصل تكلم الطلاب إلى آخره من الأشياء التي قد تقال ليصير الكلام مفيدا طيب لو قال الإنسان مثلا كلاما مثلا قال العلم نافع فهل هذا كلام؟ هو كلام طيب قد يقول القائل العلم نافع هذا شيء يعرفه كل الناس فلا تكون قد أفتنا بشيء إذا قلته إذا قلت العلم نافع لا تكون قد أفت شيئا جديدا نقول الفائدة حاصلة ولو لم تكن فائدة جديدة يعني لا يشترط أن يكون مفيدا أي أن الإنسان أي أن السامع لا يعرفه قد يعرفه ولكنه كلام مفيد أي أنه يتضمن معنا متكاملا بنفسه ولا ينتظر السامع كلاما تتمة الكلام أو كلاما آخر ليفهم المقصود منه فهذا هو المقصود وهذا ما ذكره قوله بالوضع أي بالوضع العربي أي باللغة العربية أي باللغة العربية فهذا الذي أتكلم به الآن يسمى كلاما فإذا قلنا مثلا الشمس ساطعة هذا يسمى كلاما أما إذا قال الإنسان مثلا مثلا يعني باللغة الإنجليزية هذا في علم النحو وفي علم اللغة العربية لا يسمى كلاما يعني نحن لا يمكن أن نبحث مثلا عن تركيب الكلمات من ناحية اللغة العربية في مثل هذه الجملة التي قلتها وهي باللغة الإنجليزية يعني لا يمكن أن نبحث عن تركيب الكلمات وعن كيف تتغير أواخر الكلمات بحسب موضعها من الجملة لأن هذا ليس كلاما عربيا لنبحث هذا الأمر فلا يسمى عند العربي أو يعني لا يسمى في علم النحو وفي قواعد اللغة العربية هذا لا يسمى كلاما ليبحث so the conditions again are for it to be spoken and uttered and the second condition is that it is مركب it means it comes in it is multiple words together not one word by itself فالكلمة هو اللفظ المفرد والكلام لفظ مركب so the كلمة the single word is a single uttered word whereas the كلم has to be multiple words المفيد the beneficial meaning that it is it complete sentences so it is a complete sentence you say for example الشمس ساطعة this is a complete sentence the Sun is bright whereas لو قال إنسان مثلا الشمس وسكت if one says الشمس and he remain silent the Sun okay what's the Sun what is it what's going on what's the rest of the sentence this is not considered كلمة this is not considered speech meaning speech that could be studied in the topic of grammar because it is an incomplete sentence and you can't study the grammar of an incomplete sentence similarly if one says إذا حضر المدرس if the teacher comes if the teacher comes okay what happens the person listening is still waiting for the completion of the sentence so it is not considered كلمة بِالْوَضَعِ in the Arabic language and we say this is because when we study the Arabic grammar we're concerned with the Arabic language if someone speaks other than Arabic then this is not something that we can study the Arabic grammar within because it is outside of the subject or outside of the scope of Arabic grammar طيب لو قال قائل لو قال قائل مثلا إجلس إجلس هل هذا يسمى كلاما نقول نعم طيب قد يسأل سائل نقول نعم لأنه أولا هو لفظ وهو مفيد هو لفظ لأننا تكلمنا قلنا إجلس وهو مفيد وهو مفيد يعني فهمنا الجملة كاملا كاملة وهو يطلب من شخص الجلوس وهو موضوع باللغة العربية بالوضع العربي طيب قد يقول قائل هذا كلام ليس كلاما مركبا إجلس قد يقول قائل هذا ليس بكلام مركب فكيف تقول أنه كلام يعني هذه كلمة واحدة نقول هي أكثر من كلمة لأن إجلس تجتمل على فعل وهو الأمر بالجلوس وعلى الشخص الذي يجلس وهو المخاطب يعني كأني أقول إجلس أنت إجلس أنت أو كأني أقول إجلس يا محمد إجلس يا علي فهذا كلام لأنه يجتمل على شيء على أكثر على أكثر من كلمة ولكن بعض الكلمات لم ننطقها ولم نتكلم بها وسنأتي إليها وهذه في اللغة العربية تسمى ضميرا هذا يسمى ضمير والإضمار هو الإخفاء يعني أني أخفيت كلمة هنا في هذه الجملة أنا أخفيت كلمة إذا قلت إجلس قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته كلامنا لفظ مفيد كاستقم قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم استقم هذا المثال يذكره وهو يعني يريد أن يبين أن هذا من أقل ما تبنى به مما يبنى به الكلام قوله استقم so if one says for example إجلس which means sit down is this كلام we say first of all this is a speech that is uttered and it is beneficial when you say إجلس sit down this is a complete sentence it is a beneficial complete sentence and also it is in Arabic it is in the Arabic language and it is here one might say well it is a single word إجلس it's just one word so therefore it doesn't fulfill the second condition that it is combined a combination of multiple words we say in Arabic the word or the when one says إجلس there are hidden words and there is something there is in Arabic there is something called ضمائر والضمير and the word ضمير it comes from the meaning of مضمر وهو الشيء المخفي the word ضمير comes from the meaning of hidden something that is hidden and here there are there is a hidden word or there are hidden words and when one says إجلس sit down there is the meaning of you sit down يعني كأنه يقول إجلس أنت طبعا لا تلفظ أنت في الحقيقة أن هذا ضمير مضمن الفاعل ضمير مستتر وجوبا كما سيأتي معنا بإذن الله ولكن على كل حال المعنى أنك تخاطب شخصا وتأمره بالجلوس فكأنك تقول إجلس أنت نعم so there is a hidden word in the meaning that you sit down you sit down نعم فهذا هذه هذا شروط أو هذه هي شروط الكلام ثم قال المصنف رحمه الله قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تتبع العلماء الكلام العربي فوجدوا أنه لا يخرج أو لا يخرج عن أن يكون واحدا من هذه الثلاثة إما أن يكون اسما أو أن يكون فعلا أو حرفا والحروف هنا قال وحرف جاء لمعنى وسنأتي إلى قوله جاء لمعنى فهذه هي أنواع الكلام ذكر بعض أهل العلم ويعني استدركوا على المصنف على ابن آشر رحمه الله قوله قال وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف قالوا هذه ليست أقسام الكلام وإنما في الحقيقة هذه أقسام الكلمة أي أن كل كلمة من الكلام فالكلام كما قلنا لابد أن يكون جملة مفيدة في هذه الجملة ستتركب من كلمات وكل كلمة من هذه الكلمات لا تخرج عن أن تكون إما اسما أو فعلا أو حرفا وهذا وهذا هو الصواب والله أعلم وقد يقول القائل من أين عرفتم هذه التقسيمات وأيضاً هذه تعريفات وما سيأتي من القواعد ومن الضوابت التي ستمر معنا قد يقول قائلن هل هذا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أن العلماء استنبطوا هذه الأشياء بالتتبع فتتبعوا تكلام العرب وتتبعوا القرآن وتتبعوا أشعار العرب فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة واستنبطوا منها القواعد التي ستأتي معنا بإذن الله So one might say where's the evidence of any of this those categories of words or in general any of the grammar rules that will come afterwards that will be mentioned in the book did you take them from the Quran or the Sunnah we say that the people of knowledge in the Arabic language they looked at the words and they looked at the proper Arabic sentences whether they are verses from the Quran or the speech of the Messenger صلى الله عليه وسلم or the poetry from the early from the early Arab and they they took those grammar rules from them نعم وستأتي معنا بإذن الله تعالى شواهد نقول الشاهد في اللغة العربية كالدليل في الشرع الشاهد في اللغة العربية كالدليل في الشرع يعني إذا وجدنا شيئا من أشعار اللغة العربية لا سيما من أشعار الجاهلية أو من أشعار صدر الإسلام وذكر أهل العلم يعني إلى أي عام تقبل الأشعار فمنهم من قال إلى الثلاثمئة من الهجرة أو أقل أو أكثر ومنهم من فرق بين أشعار البوادي وبين أشعار المدن فجعلوا شعر البادية أكثر قبولا يعني المدة التي كان منها شعر البادية يعني جعلوها أكثر قبولا من مدة أشعار المدن لأن أصحاب البوادي لم يتأثروا باختلاط غير العرب بهم فبقوا على لغتهم وعلى فصاحتهم أكثر من أهل المدينة أو من أهل المدن على كل حال هذه الأشعار التي هي من أشعار الجاهلية ومن أشعار صدر الإسلام وقبل توسع رقعة الإسلام بحيث اختلط اللسان العربي باللسان غير العربي وانحرفت اللغة عند كثير من الناس فصاروا يتكلمون كالأعاجم هذه الأشعار الصافية من ناحية اللغة العربية هي ما يقبل كشواهد في اللغة بغض النظر عن قائلها يعني قد يكون قائلها قد يكون قائلها مشركاً أو كافراً أو شارب خمر أو فاسقاً بل في بعض أشعارهم يمدحون الخمر ويمدحون الفسوق في بعض هذه الأشعار فنقول هي إذا كان يعني هذه الأشعار من حيث هي إذا كانت من زمن من الزمن المقبول في شواهد اللغة فإنها مقبولة في الاستشهاد بها من الناحية اللغوية ولا نقول أننا نقبل ما فيها من الفسوق والشرك والكفر وغير ذلكم لا نقول أننا نقبل ما فيها وإنما نقول نقبلها من حيث الاستشهاد بها في أمور اللغة فقط نقبل وهذاwerk فرق بالقض وطوال بسبب طوال بسبب طوال البحر تربيب بالتربيب بالتربيب والكما نرى في الكثير من المبيلة فهي تبقى البعض من البريسلام الأرى الأولى المسلم الأرى before Islam spread so much and then the people started connecting with other nations and other tongues and then the speech of the people and the poetry of the people started changing later on that's when the poetry was no longer accepted meaning in using it as an evidence in the Arabic grammar topic So we take the poetry and we accept them as evidences regardless of the person who said them and regardless of what's in them meaning if they are from that time which is accepted in the Arabic language in regards to specifically studying the Arabic language we take the poetry and we use it as an evidence for the topics of the Arabic language regardless of the person who said them and regardless of what's in them so for example some of the lines of poetry that are studied they are written and they are the poets that wrote them were disbelievers and were polytheists and some of them were describing the shirk and the kufr, the disbelief and the sins, the major sins and the intoxicants and so on and so forth but nevertheless they are accepted if their timing is right they are accepted as evidences and as proper examples for the topic of Arabic grammar although we of course don't accept what's in them نعم على كل حال نقف عند قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعناه ونكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول المصنف رحمه embody موسيقى